رحمه الله في كتابه باعتصام أن الإمام مالك رحمه الله كثيراً شوف 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 كيف يستند الآن بأقوال الأئمة السلاح في مسألة البدعة والمبتدعة شوف وخير الأمور ما كان سنة قال وخير الأمور ما كان سنة ما قالش ما كان ما فعله رسول الله ما كان سنة إذن احتفال بمولد النبي العلماء قالوا سنة ما قالوا ش بدعة بدعة من حيث اللغة لكن من حيث الشرع والإصطلاح قالوا سنة شرعية إذن وخير الأمور ما كان سنة شوف كيف رد عليهم وشر الأمور المحدثات البدعة أيوة وشر الأمور المحدثات البدعة المحدثات في الدين هذه هي البدعة الضلالة مش المحدثات في اللغة العربية يقصدون بالبدعة دائماً الشرعية البدعة التي ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية وزعم صاحبها أنها من الدين اعطينا يا شيخ مثال علشان نستوعب هذه المسألة تعال لخوارق السلفية الوهابية أعطيك من بدعة خوارق السلفية الوهابية في الدين وهي من البدعة الضلالة والتي المحدثات بالبدعة التي هي بدعة ضلالة بل بدعة شركية طبعاً هم لديهم أنواع من البدعة بدعة شركية بدعة أدت إلى الزندقة وبدعة أدت بعد ذلك إلى الكراهة والتحريم من البدعة الشركية عند خوارق الطائفة السلفية الوهابية قولهم بأن الله جالس على العرش مستقر بذاته على العرش قول شيخهم وقولهم على أن العالم قديم هذه من البدع في الدين التي تؤدي بك إلى المروق من دين الإسلام كفر هذه هي البدع الآن استوعبت البدع في الشرع يبتدعون في دين الله قالوا الله الرحمن على العرش استوى قالوا استوى بمعنى جالس بذاته شوف هذه البدع ابتدع في الدين ما ليس من الدين يخالف أصل الشريعة ليس كمثله شيء طيب هات زيد هات هات من البدع التي أدت بهم إلى الزندقة من البدع التي أدت بهم إلى الزندقة زنادقة قولهم لا يستغاث برسول الله هذه من البدع من البدع التي تؤدي إلى الزندقة يعني صاحبها زنديق من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع بأمر الله شوف ركز من يعتقد بأن رسول الله لا يضر ولا ينفع بأمر الله زندقة لكن من قال بأن رسول الله ينفع ويضر من دون الله نقول له أنت كافر مشرك إذا حذفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونسبت له الضر والنفع بالاستقلالية فقد كفرت لكن إذا قلت أنه ينفع ويضر بأمر ربه فهذا من الدين إذا قلت أن هذا يعني كفر وشرك نقول لك أنت زنديق تضحت المسألة من هم الزنادق اليوم؟ خوالق السلفية الوهالية كيف تستمع لهم؟ لذلك يا إمام الحافظ بن حقر من قال رمي بن تيمي بالزندق لأنه قال لا يستغث برسول الله الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم من الدين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا هذا الأمر هو الذي أرشدنا إلى الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى معتقدين أن الله هو الذي يضر وينفع هؤلاء أسباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب حينما ذهب سيدنا الحارث إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث برسول الله الأعمى الذي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم شوف كم كلهم استغاثوا الإمام الطبراني والإمام ابن أبي الشيخ وغيرهم كلهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد بن حنبل استغاث بعباد الله قال يا عباد الله دلوني على الطريق وهو في الصحراء استغاثه طلب المساعدة كل هؤلاء يعلمون على أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله والضر والنافع هو الله والدال حقيقة ليدلك على الطريق من الله لكن هؤلاء أسباب الله يخلق النتيجة يرشدك إلى الأخذ بها من خلال الأسباب قالها وهزي إليك بقذع النخلة لابد من الأخذ بالأسباب هذه هي البدع هما المبتدعة ويشوهوا لك البدع الاحتفال بمولد النبي الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده الاكتماع على قراءة سيرة رسول الله من أجل يربشوك يربشوا العامة يصرفوا عن أنفسهم أنهم هم المبتدعين فلو كان خيراً أيها الإخوة لفعله الصحابة مع وجود المقصد وعدم المانع ماشي نجيلش نلوك معاكم يا خوارق إبليس حول هذه لو كان خيراً لفعله رسول الله قلنا هذا الكلام هذه المنطق هو بدعة لو كان خيراً لفعله رسول الله هذا المصطلح هذا لا كتاب ولا من السنة ولا يجمع من السلف بدعة من بدعة خوارق السلفية الوهابية لو كان خيراً لسبقوا إليه لو كان خيرا لفعله رسول الله كل هذه من البداع من بداع الوهابية هل الصحابة ليه عرفون منزلات النبي صلى الله عليه وسلم وقدره هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بيانه يعني فضلي يوم ميلاده لا ما قصرش ولذلك شرع صيام يوم الاثنين ما قصرش لكن أنتم السفهاء الحمقى الذين ما استوعبتم حينما علل صيام يوم الاثنين بأنه يوم موليده لا تريدون فقط إلا أن النبي لابد أن يقرأ سيرته كيف بيقرأ سيرته يعني أنا اشتعرف أنا يا خواري قبليس النبي كيف بيقرأ سيرته السيرة هذه من الذي نظمها وصلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يقمعون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيقرأ سيرته في زمانه يعني ولا كيف بيقتمع بالمزجد يقول لهم تعالوا نقتمع لنقرأ سيرتي يعني أش من سذاقة في عقول هؤلاء يكفي تعليل الصيام يوم الاثنين بأنه يوم الموليد ذلك يوم موليد تفي خلاص هي إشارة فس إشارة في الشريعة منها استنبط العلماء بعد ذلك أن يوم الموليد فيه ميزة ميزة شريفة حادثة مميزة للمسلمين تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ما من نبي بهذه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير مع ما يعلمه لهم والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وقال لنا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من قيام غير أنقصة من أجرهم شيء خلاص ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا كما قاء في الحديث حلاص كلام وما رآه المسلمون مذموما أو قبيحا فهو عند الله قبيح في حد يقول مولاد قبيح قراءة سيرة رسول الله قبيح الاجتماع لقراءة سيرة رسول الله قبيح في حد يقول هذا الكلام ما يقول إلا واحد مخبول أو يهودي أو نصراني أو ممن هم من أذيال اليهود والنصارى من هؤلاء الوهابية دعاة السلفية يأتي من يتهم أهل الحديث والجماعة بالجفاء يأتي من يتهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث بالجفاء من هم؟ يقصد قل لك هو أسياد الخوارق عندك على عقول مكانهم ما استوعبوه أنهم شر الخلق والخريقة قل لك أهل السنة والجماعة أنتم أهل السنة والجماعة قلنا لكم اثبتوا صحة نسبكم للإسلام تقول لي أهل السنة والجماعة يعني أنا قد شفتم في حد من غير المسلمين من أهل السنة والجماعة شفتم هذا المنطق موجود هل يوجد من أهل السنة والجماعة من غير المسلمين يعني أي شي يا شيخ أنت تكفر الوهابية الوهابية ما يحتاج لهم تكفير أصلا هم أصلا خارج إطار الدين خلقة ما يحتاجش نكفرهم أصلا أشي نكفرهم نحن نقول عقائدهم عقائد اليهود والنصارى إيش بعد هذا الكلام؟ مش تكفير من كفر أحد لكن هم خلقة هكذا من أساس من البداية أسسوا المذهب حقهم على مذهب المروق من الدين كل من يدخل مذهب الوهابية يمرق من دين الإسلام يخرج إطار الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يمرقون كيف تكفير؟ يا رسول الله بيكفر يعني شوف المنطقة المباسسين اللي يقول لك أنت تكفر النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من دين الإسلام يمرقون من الدين كما يمرقوا السهم من الرمية استحي على شرفك تقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكفيري ولا مكفر هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هؤلاء الخوارج قال بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية استوعبت هذا الكلام ما تستوعب ما علي منك يعني تريد أن تثبت لنفسك أنك من مسلم أيش من إسلام إسلام ظاهري إسلام إسلام الخوارج ما قلنا حاجة الإسلام مضلة ينطوي تحتها حتى العلمانيين كلهم تحت مضلة الإسلام لكن متى تتقل الإسلام الحقيقي الذي يرفعك إلى الإيمان أما الإسلام المقرد هذا ما لنا شي أنفيبه المنافقين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين يشار إليه من أنه مسلم لكن أنا أشدخلنا بالإسلام هذا الذي سيقعلك من كلاب أهل النار يعني الخوارج مسلمون صح؟ طيب قال النبي الخوارج كلاب أهل النار أيش نفعنا بإسلامهم هذا؟ فأنتركز خلاص منش أقول لك مسلم مسلم وكلب من كلاب أهل النار والله تمام هذا الإسلام اللي نتمنى لا نحن نتمنى الإسلام الذي يدخلك إلى مرتبة الإيمان ومن مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان هذا هو الإسلام الصحيح الإسلام الحقيقي هو الذي ينجيك من عذاب النار إسلام ما ينجيك من عذاب النار فهو إن كان إسلام في الظاهر في الدنيا لكنه ما ينفعك يوم القيامة يقول عمر بن العاص والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الصحابة كانوا رضوان الله تعالى عليهم أشد الناس حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفين الخلاف في هذا نحن الآن عندما نذكر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تزهد الناس عن تذكير الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنت تزهد الناس عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أصفه لما استفعت كان يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كان يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمونه ويحترمونه ويقدسونه تقديس ما معنى تقديس؟ تقديس بما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون إلى وضوء ماءه الماء الذي ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى كل ما يسقط من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعرات التي تسقط حينما يحلقها أو يقصرها ما تحسب أنت هذا الحب الذي غرس في قلوبهم مش موجود لدينا اليوم في الأمة الإسلامية مع هذه المغريات وأنتم عادكم مواجهين تزهد الناس في نبيها تزهد الناس عن قراءة سيرة نبيها تزهد الناس عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده أو في شهر مولده يعني يهود من الدرجة الأولى أنتم عادكم شوف كلمة حق يراد بها باطل شوف كيف النقاس السلفية الوهابية النقاس السلفية الوهابية يقول لك ينبغي أن يكون مولد أو قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ماليا طيب ابدأوا ابدأوا يا خوارق قرن إبليس ابدأوا أنتم يا خوارق قرن إبليس اعملوا مولد يوميا حتى ما يكونش فقط سنويا ونحن معكم ونحن في ظهوركم يالله ابدأوا لكن لا كلمة حق يراد بها باطل يقول لك احتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوميا وبعدين تحتفل لا بيرقعوا وبعدين يقولون لك بعدين ليش تحتفل يوميا النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد عن النبي أنه احتفل يوميا هل الصحابة احتفل به يوميا الآن يقول لك سيرة النبي يجب أن تكون يوميا يعني كل يوم نحن نتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل السنة والجماعة يتذاكرون النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعيا يومين عندنا في اليمن هنا أسبوعيا ونحن نقرأ مولد النبي يوم الاثنين والخميس فنحن معكم حينما تذكرون الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بسيرة النبي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا أنتم المولد يوميا ونحن معكم وفي ظهوركم لكن لا تصرفون الناس عن الاحتفال حتى في يوم بالسنة من أجل تزهدوهم عن نبيهم وعن دينهم وعن تريدون فقط الناس تنحرف و تنقرف وراء هذه الإغراءات ما تريدون الناس تعود لدينها و لشريعة نبيها لكن ما شأل أولئك الذين يرقصون في المساجد أين الرقص؟ اذكرون الله أيش الرقص؟ التمايل قصدك إذا كان التمايل رقص فأنعم به من الرقص لأن التمايل عادة من عادات المسلمين ما في شيء الترنم الترنم هذا والترنح سواء بهذا أو بأشد من هذا نفس الكلام عادة من عادات المسلمين قالوا الدف الدف ما له الدف الدف ضرب في مسجد رسول الله أمام النبي صلى الله عليه وسلم الإنشاد فعل في مسجد رسول الله وأمام النبي صلى الله عليه وسلم أينش بعد هذا الكلام؟ من أنتم يا خواري قرن إبليس طال ماذا فعل أمام النبي؟ نحن استقينا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبول طبعاً الطبول هي الدف يعني قل لك طبول يزهدوا الناس وهم طبعاً يزهدوا لك الناس بهذه المصطلحة الطبول الرقص ما يستطيع أن يضبط المصطلحات التمايل في الذكر الدف 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 ذكر في السنة أقول لك الطبول الرقص يعني الرقص أصلاً شيء شعبي أصلاً الرقص هذا شيء شعبي لكن التمايل في الذكر ما هو رقص لم تكن واردة إطلاقاً لم تكن واردة إطلاقاً لم تكن واردة الصلاة النبي ما كانت واردة إطلاقاً الاستغفار ما هو واردة إطلاقاً لا إله إلا الله ما هو واردة إطلاقاً الله ما هو واردة إطلاقاً أو يا الله لماذا هو واردة إطلاقاً ماذا تريد من غير واردة إطلاقاً في مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يفعل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم يا خارجي هذه أخر نقطة على بعضنا فقال عليه الصلاة والسلام كُلَهُمْ يُنَاجِيْ أَرَقَّهِ لا يجهر بعضكم على بعض بالكُلْهَة شوف على إيش يستند الآن يستند على هذا الأمر وفعلاً النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليقول لنا على أنه لا تقرؤون القرآن قهراً في المسجد قماعةً اجدخل قماعةً بفعل الصحابة الذين فعلوا هذا الأمر وأنها هم النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم دخل واحد يقرأ سورة البقرة واحد يقرأ سورة آل عمران واحد يقرأ لك سورة الناس واحد يقرأ لك سورة الإنسان واحد يقرأ لك سورة وكل واحد رافع صوته ايش تصور هذا المشهد أمامك دخلت المسجد وكل واحد يقرأ بصوت قهوري وكل واحد يقرأ بسورة غير السورة التي يعني سورة مختلفة ايش بيحصل الأمامك في ضجة بيحصل الإزعاج فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر هذا الأمر الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلش والله جماعة يقرؤون سورة واحدة بصوت واحد جماعة لو كان دخل وهم يقرؤون سورة والله بنقول إنه معاكم حق لكن النبي الذي نهى عنه هذه الصورة التي رآها في المسجد كل واحد يقرأ سورة بصوت جهوري هذا يسبب إزعاق بلا شك أنا لما أدخل أشوف هذه أضجة لأنه يحصل زي الضجة كل واحد صوت جهوري كل واحد سورة ما يحصل انضباط تسمع عنه زي التشويش لكن السادة الصوفية يش عملوا يقرأ سورة ياسين بصوت واحد بأدب حتى لما تسمع تترنم مش تنزعج فالنبي نهى عن الإزعاق والتشويش لكن القراءة الجماعية يحصل ترنم يحصل حضور قلب شوف فين استدلالهم شوف كيف يستدل هؤلاء الخوارج مثل هذه النصوص في غير محلها دائما ما يضعون النصوص في غير موضعها وفي غير محلها ولذلك يجب أن يتنبه كل إنسان يستمع لهؤلاء الخوارج يكفي أنك تستمع لوهابي طالما أنك تستمع لوهابي يجب أن تأخذ هذه الأمور وتذهب به عند واحد من علماء أهل السنة تقول له ايش قولك في هذا الأمر حتى تستوعب أنت الرد على مثل هذه الأمور نحن نتكلم هنا مع العامة مع الناس مع المسلمين عوام المسلمين لا تنخدعوا بهؤلاء الخوارج الوهابية دعاة السلفية الذين ما هم إلا امتداد لليهود والنصارى وسلخ المسلمين عن دينهم وعن نبيهم وعن شريعتهم فانتبهوا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة